بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد لرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا الصفر بالوادي وفرعون ذي الأوساد وفرعون ذي الأوساد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت العرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوزق وساقه أحد يا أيها النفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي ترجمة نانسي قنقر